اخبار اليوم ايروبيكس بيعتبروه يعني حاجة راقية يعني هما قمان بيقيموا الفن وبيحبوه جدا وبيعشاؤوا الفن الرأس الشرقي هنا الرأس الشرقي الناس بتبصوه بشكل مش مشوية يعني تقييمك ايه للنجمات والفنانات اللي هما ظهروا على الساعة دلوقتي زي صفي ناز والناس دي اه صفي نارا ايه رأيك في الناس اللي جادت جديدة على الوسط دي بصي الشباب ليه ليه رونقه وليه جاذبيته ده الشباب يعني احنا لما كنا بنروس في العشرنات كان موضوع مختلف خالص فهي ممكن تكون اه 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 انا للامانة برضو عشان مش هعجل كلام مشوفتاش لا 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 انا مش من نفسها انا الحقيقة مشوفتاش في الافلام بس لكن في اللايف انا مشوفتاش فمعرفش بتروس هلو الليحش انا يعني حقيقي ما شوفتاش بس مش انا انا باهرب من السؤال ولا حاجة لا خالص انا شوفتها في الافلام بس فمعرفش ايه مستوى الفن بتاعها انا معرفش الحقيق هل بوجد مثل هذي النماذج شايف ان البصات اتسحب من الرياضة المصرية بالنسبة للرأس الشرقي ودخول فنانات اجانب برأسه الشرقي دلوقتي بقى في غازه بص يا روحي هو مين اللي موجود في مصريات مين مفيش يعني انا شايفة فيه في عدازلت دينا هي لا دينا دينا هي الحصان الموجود دلوقتي ما شاء الله يعني انما مين اللي موجود لوسي بترأسهم في الاسبوع نجوة خلاص طبعا ما احتفظي بالالقاب لهم كلهم يعني كلهم خلاص كلهم كل دول ما بقوش بيشتغلوا طب ليه الفن ما يبقاش يعني الرياضة المصرية يعني برضو بيرجع للثقافة المصرية ان شايفين الرأس الشرقي شيء مش على المستوى برضو هي دي مشكلة كبيرة فكل بنت مبلاد مصر بيتمنوا انهم بقى رأسات لكن برضو بيتراجعوا لان شايفين انا اعرف زميلة بتقول لي انا رحت عند الدكتور بقول له زميلة ومشهورة جدا كانت حاجة كبيرة اوي او في الوسط الفني فتقول لي رحت عند الدكتور فبقول له عظمي بمجاني وشهورة فقالت لا بتشغلي يا قلت له رقاص قال ايه قلت لا في فرقة رضا يعني في فرقة رضا يعني لانها اعتزت فش عايز تقول له ان انا فالرجل قال ايه فالستة تخضت يعني فقلت لي انا انا زعلت جدا ان هو شايف الموضوع بالشكله ده اه كنت ليس هي تكلميك ليس بودو فكرة الناس اللي الرأس الشرقي ايه اول ما هي ثقافة ثقافة برضو برضو بنرجع للأفلام القديمة الاسف سواء وسمعت الرقاصة في فيلم عبد الحليم كانت تقول له الجزار البقال احنا مش كده والله والله ما باشكر في الرقاصات اقسم بالله العليه العظيم اقسم بالله اقسم بالله اطيب ناس واجبع ناس واكرم ناس ومحترمين جدا يعني كلهم طيبين جدا وغلبة جدا على المستوى الانساني جدا والله مش عشان انا كنت في العلاء والله اقسم بالله كلهم طيبين جدا ومحترمين جدا لكن الناس شايفاهم بالشكل ده ان دي بعد التحكم او فكرت لترجاعي بشكل تاني ما فكرتش ان كنت تدخلي برامج تحكيم مثلا او كاعضاء لجنة تحكيم تقيمي مثلا والله انا 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 معروض علي بس مش 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 تحكيم لا انا معروض علي اه برامج تقريبا كده بس مش تقديم يعني ببقى مجموعة فنين بنرغي وحاجات وكده بنقول على كل المستويات يعني اذا كان في الطب اذا كان في المكياج اذا كان يعني كده بنضوف وبنرغي يعني فطفاضة زي فطفاضة يعني فان شاء الله ربنا ينسر ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر